بسم الله الرحمن الرحيم حاميهم تنزل إلى الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن العربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقلوا قلوبنا في أكنة منا تدعونا إليه وفي آذاننا وقروا من بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرا قالتا أتينا طائعين فقضعهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة ياد وتمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصر في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزاؤهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صارقة العذاب اللون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر آداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرجاكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثور لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم عسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء إقلاء النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وبالآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قونا ممن دائل الرعي وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستغي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشيا فإذا أنزلنا علي الماء أهتزت وربت إن الذي أحيى لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آبنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجميا وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليا وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا أذنك ما منا من شيء وظلانهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسعم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة أمنا من بعد ضر من بعد ضر أمست ليقولنا ذالي وما أظن الساعة طائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عندهنا الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غنيع وإذا أدعمنا على الإنسان أعرق ونآ بجانبه وإذا بزه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند رلاي ثم كفرتم به من أظل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر